تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة ومصدر داخل النادي الأهلي أقلنا في رقم 10 إن إدارة تذكرة بالنادي يعني الآن قاعدت مع كهرباء تكلم على اليومين دول يعني قاعدت مع كهرباء وقالولوا ما تردش على الانتقادات اللي بتتعرض لها وقالولوا كمان ما تتكلمش على موضوع الغرامة وإن الأهلي لازم يدفع الغرامة والأمور دي ليه بقى؟ عشان راجل كهرباء بيقعد يدردش مع ناس في النادي الأهلي ما مسؤولين مش مسؤولين أنا مستني الأهلي يدفع الغرامة الأهلي سايبني الأهلي ما بيدفعش الأهلي ما أخدش خطوات فقالوا له ما تتكلمش في الموضوع ده خالص مش عايزين نسمع كلام يجينا إن انت بتتكلم في الموضوع ده عشان كده الأهلي كان غضبان جدا أو إدارة النادي الأهلي غضبانة جدا من كهرباء عشان بيتكلم في هذا الأمر كتير والنادي الأهلي أكيد له ترتيباته في هذا الأمر بس كهرباء مستعجل وعايز يشوف رد فعل النادي الأهلي رد فعل النادي الأهلي من وجهة نازل الأول أنه خلوا كهرباء في الفريق فده هم اشتروا اللاعب وبصراحة لازم يزبر لازم يزبر مش هقول مين اللي غلطانه ومين اللي عنده الأزمة بس يعني لازم يزبر ويسيب النادي الأهلي ياخد كهاراته بتأني ويشوف الحل والأصلح للعب أيضا في النادي الأهلي مصدر قال لنا في رقم 10 إن النادي الأهلي قرر خصم 50 ألف جنيه من مستحقات صلاح محسن بعد غيابه عن التدريبات لمندد خمس أيام دون إبداء أي أسباب الراجل شاف نفسه موجود في قائمة الانتظار فقرر من نفسه مايروحش التدريبات طبعا الكلام ده أغضب جدا للنادي الأهلي كونك في قائمة الانتظار ده ما يخلكش ما تبقاش موجود في التدريبات عشان الراجل كلها لو فكر في أي لحظة أنه يدخلك فيه قائمة في أي وقت تبقى جاهز هو الراجل من نفسه قال لك انتوا بتحطوني في قائمة الانتظار طبعا مش جاي التدريبات فضح النادي الأهلي غرامه 50 ألف جنيه وأنا قلت الكلمتين دول مبارح وأول مبارح صلاح محسن لازم يفهم هو بيلعب فين بيلعب مع النادي الأهلي حكايته كانت حكاية منذ الضمامه للنادي الأهلي اتحط بصراحة تحت ضغط كبير جدا عشان رقم الكبير اللي اتدفع فيه من نادي أمبي بس هو كمان مأثر كتير ومأثر في حق نفسه كتير محتاج يركز محتاج يشتغل مع النادي الأهلي محتاج لو النادي الأهلي ياخد قرار ان هو يطلعه عارة يطلع عارة ويلعب ويثبت نفسه ويبدع ويتقلق ويرجع تاني منتخمصه ويرجع تاني يبدع مع النادي الأهلي فيه لعيبة كده؟ يعني دماغهم بتتعبهم بتتعبهم وبتأثر كثيرا على مستقبلهم في كرة القدم ده من النادي الأهلي